يعني فصل الصيف من الفصول اللي دايما بتأثر بشكل كبير جدا على البشرة وعلى الجلد مشاكل بيكون مصدرها الأساسي هو التعرض المباشر لأشعة الشمس ده حيخلينا النهاردة نسأل السؤال ده إيه هي الأمراض الأكثر شيوعا وحدوثا في فصل الصيف فيما يخص البشرة والجلد يا ترى لما نتعرض للشمس بشكل مباشر ومستمر ده ممكن ينتج بسببه ومشاكل صحية خطيرة على الجلد إيه العلامات اللي ظهرت ولازم لو نشوفها على جلدنا لازم نروح سريعا لدكتور أمراض جلدية خصوصا في فصل الصيف إحنا قعدنا سنين نقول التعرض لأشعة الشمس كويس جدا ليه فيتامين دي ليه دلوقتي بنقول ما نتعرضش خلينا كل الأجابات دي نعرف إجابتها من الدكتور كرم علام أستاذ الجلدية بجامعة سهاج صباحا خير عليك يا دكتور أهلا وسهلا بيك أهلا بيك يا دكتور إحنا في الصيف لما بنيجي دايما بنبقى قلقانين على جلدنا ودايما الشمس يعني مش بتبقى أفضل حاجة في التعامل مع الجلد إمتى نخاف؟ والله إحنا الشمس المفروض نخاف طبعا بالنسبة للجلد لو هنتكلم على النقطة بتاعة الجلد المفروض الشمس نخاف منها في الصيف وفي الشتاء وعلى عكس المتوقع طبعا الحقيقة أن احنا نخاف منها في الشتاء أكثر من الصيف لأن لازالة الأشعة المضاربة التي موجودة في تركيب الأشعة الشمس موجودة في الصيف والشتاء لكن حرارة الشمس في الصيف بتخلينا ننتبه أكثر ونخاف من الشمس لكن لازال تأثير الضار للأشعة تحت البنافسجية فوق البنافسجية موجود حتى في الشتاء فهو الشمس طبعا لها تأثير ضار لكن شدة الحرارة في الصيف بتخلي الحروق بتاعة الشمس بيه أكثر بتنتشر بشكل أكبر طب إيه العلامات يا دكتور؟ انصراف الناس للمصائف برضو بيزود المعدلات بتاعة الحروق فضل يا حسن سؤال لحضرتك بس لو إيه هي العلامات أو المؤشرات كده اللي تخليني أبتدي أقلق وحس أنه في حاجة حصلت في الجلد أو البشرة تغير لازم يستدعي الذهاب للطبيب الحاجة الحادة طبعا التأشير اللي بيبتدي يحصل في الجلد الحاجات بتاعة الحروق الحمرار الشديد الهارش الشديد الألم الشديد والظهور تأشير أو بقع أو فقاقية في الجلد ده طبعا من الحاجات بتاعة الحروق واللي بتتشاف كتير كمان في المصد خصوصا في المناطق المعرضة للشمس من الميوزة الكتاب والرقبة والوش والودان فيه الحاجات الضرة برضو اللي بتحصل بس بشكل تراكمي اللي هي تلف الجلد والشيخوخة المبكرة وسرطانات الجلد فالحاجات دي كلها ممكن ما نشوفش التأثير بتاعها لحظي لكن بنبتدي نشوفها مع تراكم التعرض للشمس في الوقت فعشان كده منظمة الصحة العالمية حتى بتقول بتوصي بشكل كبير جدا بالالتزام الظل في فترات الحرارة الشديدة والشمس الشديد والانتظام على حاجة من السن بلوكس أو الكريمات التعرض للشمس لأن ده بيقلل معدلات سرطانات الجلد بشكل كبير بحوالي 90% تسعة من كل عشرة كان ممكن يحصلهم سرطان جلد مع تعرض للشمس بيحموا نفسهم لو بيستخدموا السن سكرين أو السن بلوكس طيب بعض الناس بتبقى شايفة أن استخدام السن بلوك أو السن سكرين ده شيء قد يكون رفاهية إمتى بيبقى لازم ضروري وإمتى ممكن يبقى لو هو مش متاح ومش في الإمكان الناس ستستخدم إيه مكان الحقيقة أن الظل أو الشاد أو الابتعاد عن التأثير المباشر للشمس خصوصا في الفترة اللي هي من الساعة 10 لحد الساعة 4 ده موصبه تماما لأنه هو شيء حيوي بعض ما الإنسان يقدر يا إما يبعد عن الشمس يا إما يمشي بحاجة زي مظلة أو أي حاجة تقيم من أشعة من التأثير المباشر لأشعة الشمس استخدام السن سكرين أو السن بلوكس ده مش حاجة رفاهية على الإطلاق ده حاجة وظيفية وبتحمي فقاليا مش بس حتى من شيخوخة البشرة لكن من ثلاث البشرة ومن سرطانات الجلد فده حاجة مهمة جدا نحن نستخدمها وبطريقة صحية ونبقى فاهمين كل سن سكرين المدة بتاعت المفروض قد إيه كل ساعتين ولا كل ساعة ونص لو بننزل المية المفروض يتغير كل قد إيه الطبع اللي المفروض تحط على الجلد قد إيه فالحاجات دي مهمة جدا وليست من الرفاهية طيب دكتور كرم في بعض الأشخاص بيصابوا بجفاف الجلد يعني فيه التهاب يعرف بالتهاب الجريبات إيه حدوث هذا الالتهاب إزاي أتعامل معاه وخطورة جفاف الجلد؟ جفاف الجلد طبعا الألم من الحاجات اللي بتسبب الألم من الحاجات اللي بتسبب حاجات مسمية بوست انفلامتري سمتمز زي التصبغات وزي الزيادة في سمك الجلد الإحساس بالهرش بشكل مستمر الناس المفروض برضو زي ما حضرتك أشارت فيه وخصوصا اللي بيعانوا من جفاف الجلد في المناطق المعرضة للشمس استخدام المرطبات بشكل دائم ونبرضو من الحاجات الموصة بها في الصيف استخدام المرطبات أو ترطيب الجلد بشكل مستمر نظرا لفقد المية من طبقات الجلد اللي بتحمينا بشكل كبير أثناء الفترات التعارض للشمس الدكتور كرم علام الأستاذ بجامعة سهاج شكرا جزيلا لحضرتك